اطلعبت مباراة وحيدة في الجولة الثلاثة وعشرين طبعا بين الاتحاد السكندري على ملعبه أمام نادي فيوتشر وانتهت بفوز نادي فيوتشر بهدف نظيف أحرزه مروان محسن في الدقيقة أربعة وستين أنشوف لقطات كده مختصرة من هذا اللقاء بدأ الحقيقة فيوتشر بشكل قوي جدا وسيطر تقريبا على أحداث أول نص ساعة تقريبا وضاعت منه بعض الفرص دي دربة رأس رائعة للغاية وتصدي رائع من الحارس طبعا وانتشار حياء بيراميدز كان أكثر من رائع كلنا عارفين طبعا بيراميدز يعني سوري فيوتشر بيضم مجموعة قوية جدا من اللاعبين كمان الاتحاد السكندري 8 مباريات لم يتلقى فيها أي هزيمة إلى أن جاءت طبعا هزيمة بتاعة غزل المحل اللي فاتت بتاعة 2-0 دي وكان الاتحاد الحياة فيها رائع لكن ما قدرش أنه يعني يحاول أنه يعمل نتيجة أفضل من دي توالت هجمات فيوتشر زيما حضراتكم شابين كده في الهايلايتس والتقلق الحارس هي رائع للغاية والاتحاد السكندري كان منكمش بشكل كبير خلال أحداث الشوت الأول ولم يكن التوزيع على أرضية الملعب بالشكل اللي احنا متعودينه من نجوم الاتحاد السكندري وكان الحقيقة فريق فيوتشر عامل انتشار في زكاء وفي أداء وفي روعة الحقيقة في خلال الشوت الأول يعني ربما هجمة وحيدة أو تزديدة وحيدة أو إلى آخره لكن بشكل عامل حقيقة فيوتشر كان أفضل الشوت الثاني يعني حاول في نادي الاتحاد السكندري إلى حد ما ووصل إلى مرمى فيوتشر وفي المقابل أيضا فيوتشر كان له هجمات مؤثرة جدا 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 يعني دي لو هو عملها من الأول لتحت كبات هدف بدل ما هو يروح بيها لبرة كان أفلها للرجل اللي جاي من تحت دا كانت خلصت يعني شوفوها مرة تانية معلش هنقف يا يا أحمد هنقف هنا هنا بس آف هنا بص الزكاء هنا لو هو لمس كعبه لمس بكعبه اليمين بكعبه اليمين بس للرجل الأحمر اللي ورامنه دي دي عايزة بقى مهار يعني مروان محسن وباسم علي الشهير بالفراشة ورامنه لو لمسها بكعبه بذكاء كده خلاص خلصت بكورة هو فضل أنه يعتمد فيه على نفسه ومن زاوية تكاد تكون مستحيل عمالة عرضية برضو جيدة الحقيقة لكن الاختيار الأولاني كان أفضل اللي أنا قلته دا ودي عايزة زكاء ملعب يعني ومروان لعيب كبير مفيش كلام يعني قادي باسم علي مرة تانية حاجة جميلة الحقيقة باسم بيؤدي موسم أكثر من رائع واختياره وانضمامه لفيوتشر ضربة معلم استمر الأداء زي ما حضرتكم شايفين على هذا الوضع إلى أن جاء طبعا هدف المباراة الوحيد لمروان محسن طبعا هنا ناصر ما كانش بيباصي ناصر كان عايز يشوت لما نشوفها مرة تانية ناصر كان عايز يسدد ناصر ماهر لكن قلشت منه لجلة حظ فيوتشر وبالتالي راحت لمروان لكن قولا وحيدا عشان نكون حقانيين فيوتشر يستحق النهاردة الثلاثة نقاط ده بيشوت قلش راحت لمروان وهي دي كرة القدم هي دي كرة القدم كرة القدم بيبقى فيها توفيق ممكن فرص أفضل من كده كان دخلت الفرصة اللي فيها قالشة هي اللي دخلت لكن زي ما أنا قلت فيوتشر النهاردة يستحق الثلاثة نقاط عن جدارة واستحقاق عن جدارة واستحقاق الاتحاد سكندري في الجزء الثاني من الشوت الثاني حاول الحقيقة وتزديدها رائعة جدا كان ممكن جدا تبه هدف التعادل بشكل عام هجمات الاتحاد كانت قليلة للغاية وفي المقابل هجمات فيوتشر هي كانت كثيفة جدا وخطيرة للغاية خاصة في الشوت الأول وانتهى اللقاء زي ما كلنا تابعنا وشوفنا بفوز فيوتشر بثلاثة نقاط غالية جدا 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 تؤكد وجوده في المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن بيراميدز دي برضو كرة كان ممكن جدا تتعامل أفضل من كده واستمرت المحاولات في نهاية الشوت الثاني والانطلاقات من هنا ومن هنا وتقلق الحارس ودي تزديده وترجع مرة تانية وتعاملت عرضية وكان ممكن جدا لكن ضربة الرأس في المتناوى محمود علاء انت حاجاتك دي علاء لازم تحط رأسك بقوة جدا في جنب من جنبين الشبكة منتقريب وقوي لكن في الوسط كده طبعا لو زق رأسه كده شوية في زاوية من الزوايا كده تبقى هدف التعادل حقيقة يعني اه طبعا حارس جنش طبعا ادي هاجمة برضو سلاسية وخطيرة جدا وبردو تزديده قوية جدا وكان ممكن جدا تبقى داخل الشبك ده عبد الكبير الوادي طبعا يعني بقول لحضراتكم الحقيقة في اتشر عام المباراة قوية جدا 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 في هذا اللقاء طبعا عايز اقول حاجة وانتو كلكم عارفين معزة سيد البلد يعني عندنا كلنا مش عندي الواحد يعني يعني نادر اتحاد سكندري من الاندية اللي انت تحبها وتحب ان هي تعمل نتائج طيب هو عام لسا نادر نتائج رائعة عندي كلمتين صغيرين الكلمة الاولى اوجهها الى زوران المدير الفني الكف لنادر اتحاد سكندري انا في رأيي ان هو النهاردة وطر فرقته يعني اما نشوف بعض اللقطات انا جايب بعض اللقطات بس لزوران على الخط بشكل صعب جدا وخلي بالك لعبته كلها شايفاء يعني هم كلهم على ارضية الملعب وشايفينه بوضوح والاهم ان الجمهور شايفه وبالتالي هو اثر على الجماهير السكندرية الجميلة وبالتالي خرجت عن الاطر اللي يجب ان هي تلتزم بيها الحيئة يعني اعتراضات الحيئة عمال على بطال يعني ربما كان اعتراض واحد عنده حق فيه ولا حاجة لكن النهاردة زوران كان واخد خط الاعتراض حتى تم اشهار الكارت الاحمر في وجهه لكن حتى لما طلع في المدرج نفس الكلام انا بشوف كابتن زوران والمترجم بتاعك يبلغك بقى اللي احنا بنقوله يعني هذه الامور توطر اللعيبة على ارضية الملعب ويتصوروا ان هم دائما على حق وكمان تخلي الجمهور بتاعك يشتعل غضبا ويتصور ايضا ان هو دوما على حق ما كانش موفق النهاردة الحياة زوران في طريقة اعتراضه الصعبة جدا 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 وبالتالي اخد الكارت الاحمر وذق حتى المساعد بتاعه ولما طلع في المدرج لم يسلم الامر ايضا من اعتراضاته وطبعا بمشاهدة الجماهير وبالتالي الجماهير تأثرت بما يفعله زوران وتصورت ان زوران دائما على حق فيه اعتراضه انا قلت ربما هو عنده كرة ولا حاجة له حق فيها يعني كان انزار يستحقه احد العيب فيوتشر يعني بالمساواة لكن هذا امر يحدث في كرة القدم بشكل طبيعي جدا 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 كمان اوجه كلمة لأحبائنا واصدقائنا الجمهور التحاد سكندري حافظوا على وجودكم في المدرج حافظوا على وجودكم في المدرج وجودكم في المدرج مهم جدا جدا لفريقكم فما تندفعوش وراء الهتفات الخارجة اللي ممكن جدا تتعرضوا فيها لاستبعاد من مباراة من اتنين من ثلاثة ليه؟ ما ليش تسمع على الاطلاق يعني لان انتم جمهور جميل وكان صوتكم النهاردة مدوي وممتع للمشاهدين انا اعب اتفرج النهاردة على المباراة ومستمتع بهتفات الجماهير الجيدة اللي هي في اتجاه فرقتهم فقط لا غير يعني وبالتالي ارجوكم 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 لا تنجرفوا ابدا وراء امور احنا نزعل بعد كده اذا حرمنا منكم في مباراة او اكثر لا نتمناها على الاطلاق هذا هو الامر نروح سريعا بقى لجدول ترتيب الدوري العام مدال الاهل طبعا في المقدمة مغردا بمفرده برسيد 47 نقطة من 19 مباراة فيوتشر بينجح انه هو ينفرد تماما بالمركز التاني ب45 نقطة من 22 مباراة ورامنه بيرامدز ايضا 22 مباراة ولكن 40 نقطة يعني فيوتشر فرق بخمس نقاط لو قدر يحافظ على هذا الامر حتى النهاية يشارك في دور الابطال الموسم القادم وتبقى دي نقلة عظيمة لفيوتشر يعني الرابعة حتى سكنداريا 36 نقطة خامس المولين 34 السادس الزمالك 33 السابع المصري 31 الثامن غزل المحلة 30 التاسع فاركو 29 العاشر سموحة 28 الحداشر سراميكا 27 الاثناشر اسوان 27 التلاتاشر امبي 26 الاربعتاشر الدخلية 21 الخمستاشر الاسماعيلي 20 الستاشر بنك الاهلي 17 السبعتاشر طلاع الجيش 17 وفي المركز الاخير حرص الحدود برصيد 16 نقطة